سجل معدل التضخم في المملكة خلال السبعة أشهر الأولى من العام الحالي ارتفاعا طفيفا مقارنة بذات الفترة من العام الماضي تقرير دائرة الإحصاءات العامة أظهر أن ارتفاع معدل التضخم منذ بداية العام ولنهاية شهر تموز جاء بدعم من القدروات والبقول التي ارتفعت أسعارها بنسبة 9.37% وارتفاع أسعار الحبوب ومنتجاتها بنسبة 4.98% إضافة إلى ارتفاع أسعار الإيجارات في المملكة بنسبة 2.20% وأسعار التعليم بنسبة ارتفاع بلغت 1.78% كما سجلت أسعار الزيوت والدهون ارتفاعا بنسبة 1.22% في عين طرأ انخفاض على أسعار مجموعة من السلع خلال أول سبعة أشهر من العام الحالي أبرزها أسعار الألبان ومنتجاتها والبيض بنسبة انخفاض بلغت 3.79% وأسعار اللحوم والدواجن بنسبة انخفاض بلغت 2.73% إضافة إلى أسعار الفواكه التي انخفضت بنسبة 1.42% وأسعار الملابس بنسبة انخفاض بلغت 1.38% كما خفضت أسعار مجموعة النقل بنسبة 1.4%